المبنى أو المباني أو الإنشاءات اللي في العاصمة الجديدة وفي العالمين الجديدة واللي في عموم مصر كلفت قد إيه؟ والمصانع والمشروعات كلها كلفت 8 تريليون مش كده يا ابني ولا غلط؟ إبراهيم 8 تريليون جنيه 8 أنا أمتأكد 8 تريليون جنيه أنفقت في مصر في 8 سنين ده كان تصريح للسيد الرئيس في تيوشك كل مشروعاتنا يعني تكلفت 8 تريليون سواء نقل وسكة حديد وكل حاجة ومطارات وكل حاجة ومدارس وجامعات وغيره إنتوا عارفين لو ما قلناش عملناهم عملناهم بفلوس منين بقى؟ فلوس مهارة ذاتية موفرنا غيرنا استلافنا اقترضنا في الآخر عملنا مشروعات اتحط الضخ في جسم البلد حاجات بـ 8 تريليون جنيه 8 تريليون جنيه يعني تقريبا حوالي 400 مليار دولار تقريبا ناتج محل إجمالي بتاعنا في سنة اتعمل كله في البلد الضخط في جسم البلد في جسم الاقتصاد بقى عندي بنيان عملنا يعني واحد يقول لك اني راح اعمل باضي بيلدنج راح يعمل المشروعات لا احنا عملنا حاجات كتيرة طيب لو احنا قلنا بدل ما نعملها في 8 سنين نعملها في 20 سنة فيه ناس بتقول لك يا عم يا عم هو العاصمة الجديدة دي اللي تعمل في عشر سنين والعشرين سنة عاسمي لها في سنتين هي القناة السويس اللي انت تعملها في سنة كانت ممكن تعمل في ثلاثة توفر علينا هقول لك لا لانه اللي ما عملناوش النهاردة بكرا هيبقى بضعاف العالم كله مش عندنا بس الحاجة اللي اقول لك الحمد لله ان انت اشتريت عربيتك السنة اللي فاتت ده ما فيش عربيت السنة الحمد لله ان انت بنيت بيتك السنة اللي فاتت نشوف الاسمان تقدي ايه والحديد تقدي ايه الحمد لله انت جبت تليفون جديد السنة اللي فاتت لانه التليفونات بقت غالية جدا فاللي انت عملته مبارح وعملته النهاردة ارخص كتير جدا من التعمل لبكرا ارخص ارخص انا بتكلم عن مستوى الدولة فبالتالي الناس اللي بتقول ليه عملنا دلوقتي وما أجلناش بقول لهم عشان كده وبقول لهم ليه ما وقفناش المشروعات وقال لهم عشان نسيش تغل طب احنا صرفنا كتير اقولك صرفنا كتير وهنسدد وهيجلنا في الآخر لأنه لا يمكن يكون عندك دولة لا تعليم ولا صحة ولا استثمار ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا ثقافة اللي بيكون عندي بنية في البلد موجود دلوقتي عندي بنية وعندي طاقة وعندي مية وعندي وعندي ابدأ اشتغل بينقصنا كثير او بينقصنا كثير كيف نجزب استثمارا من الخارج